السلام عليكم ورحمة الله. معنا النهاردة جنب ورقة 3d. قطعة واحدة خيمة نسيج جليتر. زي ما نشايفين كده هي معمول لها بيت نور. حطت بداخل بيت النور. بصراحة تفاصيل بتاعتها تحفى بتاعها جميل جدا. حاجة محترمة جدا. طيب حنشوف دلوقتي معنا طريقة التركيب بتاعتها. احنا مبدئين كده بنشيل اي زيادة في الحيطة اشرت بلاستيك اه مكان حباية الرولة بتاعت البلاستيك اي رويش او اي حاجة زيادة بين شاء الله. بعد كده بنبتدي ندهم مادة اللاصق بتاعتنا على الحيطة. تمام? بندهم مادة اللاصق على الحيطة ومش على الورقة. تمام? زي ما نشايفين كده معنا. بندهم جزء جزء في مادة اللاصق. هسيب لكم الوصف بتاع تدوير مادة اللاصق الفيديو بتاعها. تمام? في وصف الفيديو على اليوتيوب وفي الكومنت في صفحتنا على الفيسبوك. تمام? اه بعد كده بنبتدي نشوف الاتجاه البرم بتاع الورقة بتاعتنا. اه اللاصق بتاعها سواء اتجاه اليمين او اتجاه الشمال. وبنبتدي نحطها بنفس الاتجاه بتاعها. بنبتدي نزبط الحرف بزيادة شوية. في كل الاتجاهات. طبعا المقاسات دايما بتتاخد بزيادة على الاقل خمسة سنتي دائما يعني دايما في العرض بنادي خمسة سنتي. في الارتفاع بنادي خمسة سنتي من طاست من خمسة لعشرة سنتي على حسب حجم الجنب يعني. لو حجم الجنب صغير بنادي خمسة سنتي. حجم ماكسما فوق ثلاثة متر اربعة متر خمسة متر عرض. لازم نزود عشرة سنتي في الارتفاع وفي العرض. تمام? بنبتدي بعد كده نشد فرشة الفردة طبعا زي ما تعاودنا. فرشة الفردة بتطلع اي هوا زيادة بتسيب مادة اللازق فقط. تمام? وبنبتدي بعد كده بتتباغي على خفيف خالص لو في اي مادة لازق زيادة. مش بنعصر الورق سريدي. بنمشي معي تدرجين لحد ما بنشين منه كل الهوا بالفرشة الاول. وبعد كده بنبتدي نقفل بالباغة الحروف كلها داير ما يدور الورق سريدي. بحيث ان احنا ما نعملش اي تفراغات ما يبقاش في اي تفراغات لهوا او اي حاجة فيه خالص. تمام? هتشوف دلوقتي طريقة القص بتاعتها. الداير ما يدور القص طريقة القص بتاعت الزاوية وكده. تمام? بالقص بننزل بالباغة زي ما نطلقه كده برضو على الحروف كويس. طبعا بالباغة القطر بنشيل الزيادة اللي على الوزرة بتخلي الورق اخره في زاوية الحيطة فقط. غلط ان احنا نبرز الورق برا. في ناس كتير قوي بتقول ان ده صح بصده حاجة مش كويسة بتخلي الورق بعد كده يفك من على الوزر. اخر الورق الحوائط هو ورق حوائط فقط. مش الورق الوزر السرامي. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. ولايك للفيديو عشان تزودوا التفاعل شوية لان التفاعل اللي مندو تضايق. وربي يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي سؤال تقدر سبولي في التعليقات.